موسيقى بقلنا 16 سنة بنعمل المعرض بتاعنا بس جهة السنة دي بقى سنة كبيرة لأن عندنا المؤتمر الدولي للفرانشايز 34 دولة يحضروا الاجتماع فإحنا قلنا نعمل بقى حاجة كبيرة في مصر لأول مرة بعد الصورة والاستقرار وكده فإحنا مبسطين أن نعمل المعرض له وناس كثير موجودة حوالي عندنا 70 زائر موجودين من الخارج فأعتقد أن عقاد المؤتمر في مصر له دلالات كثيرة جدا على ثقة المستثمر الأجنبي في القدوم لمصر ويمكن أعتقد أن نحن في الطريق للعودة إلى ما قبل 2011 لأن الحقيقة المبدأ يعني الفرانشايز الحقيقة ومؤتمر الفرانشايز كان بيكتزل أكتر من 130-140 عاد عارض سنويا السوق المصري سوق كبير جدا السوق يحتاج أنك مثلا توري نفسك تظهر أمام الجمهور هذا في حالة أنه عندك أهداف يتوسع الشغل تبعا هدفنا من اشتراك في المعارض المعارض الفرانشايز إنه ننتشر محافظات مصر محافظات مصر كلها في القاهرة في ستندرية في برسعيد تروح في أي محافظة في القاهرة إحنا السعيدين نطلع برا وده هدفنا من مشاركة المعرض بنعمل فرص تشجاه للشباب علشان يقدروا يعملوا بزنس لنفسهم مربح ويقدروا يشتغلوا وإحنا نكسب وهم يكسبوا الصورة اللي شفناها دي من فعليات المعرض الدولي رقم 16 للفرانشايز شفنا مشاهد ولقاءات سريعة في التقرير اللي قدمناه لحضرتكم المعرض ده بيقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبيعقد بالتوازي معنى عقاد المجلس العالمي للفرانشايز في مصر الفرانشايز سريعا وإحنا بدأنا الحلقة وإحنا بنقدم هذا الحوار كحوار رئيسي في حلقتنا بتعريفه هو طريقة للتجارة بشكل مختلف عن طريق حق الامتياز التجاري في ناس شايفة أنه ناجح وأنه له أرباح مضمونة بناء على خبرة التعامل به على مدار سنوات طويلة جدا النهاردة احنا بنتكلم على هذه المنظومة في سياق جديد من خلال وبيعيون ضيوفنا اللي معانا في الستوديو وأيضا ضيوف فعليات المعرض الدولي 16 للفرانشايز اللي بينعقد بالتوازي مع انعقاد المجلس العالمي للفرانشايز في مصر برحب بيهم برحب بي دكتور حاتم زاكي الأمين العام للمجلس العالمي للفرانشايز أهلا بحضرتك دكتور أهلا بيك فهم وبرحب بي مادام شانطال زيمر رئيس اتحاد الفرانشايز الفرنسي أهلا بحضرتك وبرحب بي الأستاذ جوش مارين نائب رئيس اتحاد الفرانشايز الأمريكي أهلا بحضرتك هبدأ مع دكتور حاتم ومفهوم الفرانشايز اللي بيتابعنا دلوقت يا دكتور ببساطة وإزاي ممكن أن يتم الاستفادة منه في نطاقات أوسع هو ببساطة شديدة هو عملية استنساخ لمشروع ناجح جدا المستهلك يعرفه وبيقبل عليه عملية الاستنساخ بتبقى للشكل والمضمون يعني شكل المحل والديكورات بتاعته والاسم الشهرة بتاعه وطريقة التشغيل بتاعته بالإضافة لعملية دعم مستمرة قبل الفتح المحل وبعد فتح المحل في مقابل مبلغ بيتدفع في الأول بالإضافة إلى مبلغ سنوي من المبيعات ده بسلوب يعني بسيط جدا ايه أهمية انعقاد المجلس العالمي للفرانشايز في مصر السنة دي؟ هو في الحقيقة ده انعكاس لثقة الدول في الاقتصاد المصري تاني احنا أول مرة استضافنا المجلس كان في سنة 2007 جلنا 12 دولة النهاردة وبعد رأستنا للمجلس العالمي للفرانشايز عندنا 32 دولة ب120 فرض من مشارك من الأجانب سواء كان عارض أو كان من الجامعات الفرانشايز طبعا ده ما كانش هيحصل إلا لو شافوا أن فيه تقدم كبير بيحصل في الاقتصاد المصري وأن احنا سوق يستاهل الزيارة مدام شانطال برحب حضرتك طبعا معينا وأحب أعرف أكتر عن نشاط الفرانشايز في أوروبا في العالم فرنسا كانت الدولة الأولى التي تبدأ نظام الفرانشايز في أواخر الستينات وبدأت في النمو في عموم أوروبا ولدينا الآن ما يقرب من 25 دولة تعتمد نظام الفرانشايز في أوروبا وهي تعمل في جميع أنواع القطاعات الاقتصادية ويساعد كذلك على تحديث الأسواق الأوروبية والشركات الأوروبية على السواء نسبة نمو في الفترة الماضية لدينا ثلاثة معايير نمو عدد الفرانشايز الإجمالي وعدد الحاصلين على حق الامتياز أو الفرانشايز وعدد شبكات الفرانشايز المعايير الثلاثة هذه حاليا نحن ننمو في الدول الأوروبية أعني ما بين 4 و5% لكل من هذه المعايير ميستر جوش أهمية فتح مجالات استثمار أوسع من خلال الفرانشايز في رأيك في الدول النامية الفرانشايز يوفر مزايا متنوعة للدول النامية إن نشاط الفرانشايز يمكن التحكم في حجمه وبالتأكيد ينمو بسرعة لتلبية احتياجات الدول النامية بتأكيد الفرانشايز كذلك يخلق فرص عمل ويسرع نمو الاقتصادية وهذا أمران هماني للغاية ويخلق شركات صغيرة تساعد على استدامة الطبق المتوسطة وتوفر معايير الجودة للمستهلكين وتقدم أفضل الممارسات على صعيد الشركات العالمية في الأيد المحلية وتساعد على تدعيم شبكة العالم هل تتكبر أن سوق زي مصر سوق جيدة للفرانشايز في الفترة الحالية والقادمة؟ بالتأكيد النمو الفرانشايز يعزو إلى ما قاله دكتور زاكي على الجهود المبذولة في العشرين عاما الماضية وهو جهد كبير وملحوظ ولكن ما زال هناك ملمح نمو كثيرة وبالتأكيد يمكن أن يحدث هذا في المجتمع المصري والاقتصاد المصري طيب دكتور حيتم حضرتك شايف أنه بعد هذه الأراء يعني النمو لهذه المنظومة في مصر بتبدو بشكل جيد بنسبة مرجوة الهدف المطلوب بيحقق فعلا؟ ولا لسه قدامنا شوية؟ أنا شايف طبعا نسبة النمو ممتازة عموما الفرانشايز في مصر بينمو بنسبة لا تقل عن 20% كل سنة لآخر 20 سنة فطبعا دي نسبة عالية جدا لأنه هو سوق محتاج خدمات كتير جدا اللي بيحصل دلوقتي أن السوق بيتوسع نتيجة زيادة السكان ونتيجة وجود كمان السياحة وجود اللاجئين الترانزيت اللي موجودين في البلد احنا عندنا تقريبا 130 مليون مستهلك فطبعا دول كلهم عايزين يتخدموا بالإضافة إلى النمو اللي حاصل في العمران وفي البنية الأساسية اللي في الطرق والمواني وكده ده بيزود الاحتياج للفرانشايز علشان كده متوقعين أن زيادة اللي في السنين الجاية دي هتبقى زيادة ممتازة وخصوصا في ظل وجود 60 مجمع تجاري حوالين القاهرة بس بيوفروا 6 مليون 200 ألف متر مربع حوالي 16 ألف محل جديد هيفتح خلال السلاتين الجاية طبعا أنا متوقع أنه مش بس في المنظومة بتاعت تجارة التجزئة إنما الخدمات كمان عملها بتزيد بشكل كبير جدا سواء كانت في الصحة أو في التعليم أو في الخدمات السياحة وغيره طيب مدام شانتال هل في معلومات لازم اللي بيقدم على نظام الفرانشايز يكون متأكد منها يكون عنده فكرة عنها علشان ينجح نعم أعتقد إذا ما أراد أحدهم ما أن يطلق نشاط فرانشايز فعليه أن يحصل على الكثير من المعلومات يجب أن يتحل بالمعرفة الكافية لأن نشاط الفرانشايز ليس سهلا عليك أن تعرف جميع القيود المطلوبة لكي تصبح حامل فرانشايز ناجح علينا بالتالي أن ننشأ البنية التحتية المرائمة أن نعلم الناس بدءا من الجامعات المتخصصة في مجال النشاط التجاري والحصول على الشهادات وتصريح المطلوبة وبرامج تدريب لمن يريدون الحصول على الفرانشايز أعتقد أن هذا مفتاح نجاح نشاط الفرانشايز لأن نجاح الفرانشايز هو نقل المعرفة الفنية الناس يتعلمون طريقة جديدة لتطوير أعمالهم وتطوير أنشاطتهم وشركاتهم بطريقة ناجحة وبالتالي الأمر كله مرتبط بالتعليم فيه ناس بتقدم على نظام الفرانشايز للاستثمار فقط لضمان النجاح فقط دون الاحتياج للبداية من الصفر هل ده بيقيد الإبداع بيقيد الأفكار الجديدة اللي ممكن أنها تخدم الأسواق والمجتمعات كلا كلا هذا لا يقيد الإبداع على الإطلاق على نقيد من هذا الفرانشايز يجب أن يتحل بالإبداع دائما يجب أن يبتكر في الخدمات والمفاهيم التي يريد بيعها وإصابها للمستهلكين ونحن نعلم أن المستهلكين يتوقعون تقريبا كل يوم يتوقعون بضائع جديدة خدمات جديدة وبالتالي على نظام الفرانشايز أن يتطور وجزء كبير من استثمار الفرانشايز يكمن في الإبداع الفرانشايز كذلك هو طريقة لتحديث الصناعة والنشاط التجاري بأكمله ولإحداث هذا يجب أن نستثمر ويجب أن نتكر مستر جوش إيه هي الصعوب التحديات اللي ممكن أنها تقف أمام أي شخص بيقدم على التعامل مع الفرانشايز إجابة على هذا السؤال أحد العوامل التي قلت بالفعل أن هذا يتطلب استثمارات ولكن اعتمادا على نوع النشاط المطلوب ربما ليكون هناك رأس مال كاف وبالتالي هذا يقودنا إلى أحد أكبر الأخطاء وهي الدخول في نشاط الفرانشايز برأس مال قليل هناك كذلك على المستوى النفسي والمستوى الشخصي الفرانشايز ليس اتباع وصفة محددة ولكن الفرانشايز يشار إليه ليس باعتباره ينظر إليه باعتباره أنه نظاما في صندوق إذا ما لم تستطع الالتزام بالتواعد فربما الفرانشايز ليس لك هل من الممكن أن يكون في مخاوف من التعامل مع الفرانشايز في منطقة معينة في مكان ما مخاوف من عدم النجاح الفاشل قد يحدث في أي نشاط تجاري والفرانشايز يتطرق إلى الكثير من القطاعات والصناعات في أي اقتصاد وهو يتطور ويتعرض لصعود وهبوط مثله مثل غيره وحدث هناك هبوط كبير في التسعينات ولكن ما من أحد يريد حدوث هذا الآن الفرانشايز يمر بدورات حياة كثيرة يجب أنه لها اهتماما كبيرا الفرانشايز يمكن بيعه يمكن تجديده وبالتالي من المهم لحامل حق الفرانشايز أن يواكبوا تطور المجتمع حتى يستمتعوا بنجاحهم دكتور حاتم حضرتك شايف أنه في مجالات معينة لو بنتكلم عن مصر علشانكم محددين في التعامل مع الفرانشايز أنا شايف أن الفترة اللي جاية دي هي الفترة اللي عايزت فيها الخدمات بتاع الفرانشايز والنهاردة كان بنتكلم في المؤتمر على ما يعرف بالفرانشايز الاجتماعي إزاي أن أنا أنق الخدمة اجتماعية فين بشكل تجاري إزاي ممكن أعمل مثلا وحدات صحية تدار باحترافية لكنها بيزنس بالزبط وفي نفس الوقت توصل بخدمة عالية وتوصل بجودة عالية للمستقبل وبدون ما هو يدفع الفلوس حد تاني يدفعها سواء كانت الحكومة أو ممكن يبقى شركات من واقع المسئولية الاجتماعية أو ممكن من تبرعات ودي أنا شايف أن هي حاجة مهمة جدا بالنسبة لمصر إحنا عايزين نتوسع فيه خدمات كتيرة زي خدمات الصحية خدمات التعليمية الحضانات عندنا مشروع بالفعل كده زي مشروع جمعيتي اللي عملها وزارة التموين النهاردة بقى أكبر فرانشايز مش في مصر بس في الشقة الأوسط بيوصل سلع مدعمة للشعب الفئات الأكثر احتياجا وفي نفس الوقت بيضرب منظومة احترافية هي دي أنشطة أو مشروعات نكحة مربحة؟ أكيد الفرانشايز قيم على أن هي مشروعات كلها نكحة ومقبولة من المستهلك أو من المستفيد لو مش مقبولة ونكحة ودر دخل هيقفل ببساطة شديدة قبل لما حد يقدر يحاول العمل بتاعه للعمل بنظام الفرانشايز لازم يكون مقبول من الجمهور من المستهلك ولازم يكون ناجح وبيكسب ده بيتم قياسه ازاي؟ يعني هو بيتعامل بالأساس مع علامات تجارية كبيرة؟ طبعاً يعني بيتم قياس المعايير اللي حضرتك ذكرتها دي ازاي؟ هي قياس طبيعة المستهلك وقبول المستهلك للمجال والمشروع؟ هو المستهلك لمحدش يحاول يعمل فرانشايز بيزنس قبل لما يكون ناجح ما ينفعش تعملي فرانشايز بيزنس لماركة لسه نشأة محدش يعرف عنها حاجة أو منتج مش مقبول هو بعد لما يبقى معروف ومقبول وبيكسب تقدر تتحوليه بعد كده لنظام الفرانشايز طيب على ذكر الفرانشايز الاجتماعي مفهوم الفرانشايز الاجتماعي في رأي حضرتك ازاي ممكن يساهم في تنمية المجتمع؟ بالتأكيد هو يستطيع ان يساهم في مساعدة الفقراء في الحصول على فرص عمل وانشاء شركات حتى كما يستطيع مساعدتهم على الخروج من ظروفهم الصعبة والفقر ويرفع من مستوى المجتمع وكذلك هناك معنى اخر للفرانشايز الاجتماعي واعتمادا على فصوصية كل دولة في بعض الدول الفرانشايز الاجتماعي يخرج الناس من فقرهم ويعطيهم فرصة في دول اخرى مثل فرنسا على سبيل المثال نحن نعني بالفرانشايز الاجتماعي هو استخدام منظومة الفرانشايز وكل الاحترافية الموجودة دي بها في تطوير انشطة خيرية لان هناك الكثير من الانشطة الخيرية التي تطلق بدون احترافية وهذا يعد مالا مفقودا وبالتالي نحن نستخدم المعرفة الفنية والعلامات التجارية واستخدام والسيطرة لحامل حق الفرانشايز على النشاط الفرانشايز بتطوير الانشطة الخيرية بطريقة فعالة وهذا هو احد مزايا الفرانشايز علينا ان نعرف بالتالي ما الذي نتحدث عنه حينما نتحدث عن الفرانشايز الاجتماعي في مصر اذا ما كان له ان يساعد الفقراء فبالتأكيد سيكونوا ناجحا مستر جوش الحديث عن الفرانشايز بيساوي الحديث عن اموال كثيرة لبداية المشروع او لدعمه من العلامة التجارية هل من الممكن انه المشروع يبدأ باموال يعني قليلة بسيطة كما ذكرت الفرانشايز ينتشر في عدة صناعات وعلى اختلاف الصناعة يختلف مستوى الاستثمار فبالتأكيد نحتاج إلى كثير من الاموال لبناء فندق على سبيل المثال ولكن الانشطة المنزلية او الاسرية الصغيرة مثل خدمات التعليم او الخدمات البسيطة تتطلب مقدار ضئيل من المال هناك الكثير من الدول تستخدم الفرانشايز ضئيل للمحجم او المايكرو فرانشايز يمكن البدء بمقدار مال صغير للغاية واذا ما نجح الشخص بهذا الكم فيمكن بيع هذا الفرانشايز والبدء في نشاط فرانشايز اكبر حجمه اذا ما اردت زي ما سألت مادام شانتال عن الفرانشايز الاجتماعي احب اسمع رأي حضرتك كمان في الفرانشايز الاجتماعي ومساهمته في تنمية المجتمعات الفرانشايز الاجتماعي يوسع نموذج الفرانشايز بحيث يصل الى الناس في قاع الهرم الفئة السكانية الاكثر معاناة وهو لا يستهدف الربح بشكل عام يستخدم الجمعيات الاهلية بشكل اساسي ويبحث في كيفية تعظيم الاستدامة الاقتصادية وقياس المخرجات والمدخلات بدلا من الاكتفاء بقياس المدخلات فحسبوا هذه التحديات كثيرة يقوموا بمواجهتها دكتور حيتم نفس السؤال الحقيقة الخاص بالبداية باموال قليلة لما اتحدث عن مصر تحديدا والشباب يعني ما عنده المؤهلات اللي تخليه انه يتعامل مع العلامة التجارية ونظام الفرانشايز ومؤمن بنجاحه ولكن الاموال يعني بسيطة هل ده ممكن ينجح في مصر او اساسا ممكن يلاقي القبول للتعامل بالفرانشايز من قبل العلامة التجارية هو برضو نقسم الفرانشايز لكذا نوع في الفرانشايز اللي هو الصغير قوي لدرجة انه ممكن يبقى وظيفة فرانشايز يعني مثلا الوظائف المهنيين زي السباك النجار كل دي ده بيسموها جوب فرانشايز اللي هو بنديله عدة وبنعلمه ازاي يعملها وفي نفس الوقت بتبقى فيه شركة هي اللي بتديره ودي حاجة احنا في مصر نقصنا جدا وكلنا اظن بنعاني من المشكلة دي اللي فيه نوع اكبر من كده شوية هي زي العربيات بتاعة الاكل اللي في الشوارع او اللي بتقدم المشروبات وممكن اكبر من كده يبقى كشك يبقى كشك جوه شوبنج مول كل دي حاجات صغيرة اللي اكبر من كده يبقى محل اكبر من كده يبقى فندق زي ما المثال اللي كان بيقول كل ده موجود في مصر حاليا الفكرة بقى ان هو الشاب حيلاقي فين هيعرف الحاجات دي منين ممكن يروح معرض زي المعرض اللي موجود حاليا لمدة 3 ايام النهاردة وبكرة وبعده هيشوف كل العلامات التجارية المتاحة وهيقدر يتفاوب مع او يسأل اصحاب العلامات التجارية هم يقدروا محتاجين منه ايه وفي نفس المكان موجود دلوقتي في البنوك والسنة دي في الحقيقة ظاهرة ان بنوك كتير جدا دخلت في المعرض بهدف ان هي تتمول مشروعات الفرنشايز ده بالاضافة للتمويل التقليدي اللي هو متاح من منذ فترة من اكبر ممول مشروعات الفرنشايز الصغيرة في مصر هو جهاز تنمية من مشروعات صغيرة اللي بيقدم قروض بيبقى مع الشاب 10% بس من القيمة وبيمولوا بتسعين في المية فده طبعا دعم كبير دعم كبير جدا بسعر فايدة قليل اعتقد ان المنظومة دي لما بتشتغل كلها مع بعض بالاضافة الى الطرق الغير تقليدية زي التأجير التمويلي او ان هو ازاي بوفر سيولة اكتر من حيث ان لو عنده مثلا مبيعات اجلة ازاي ادي له كاشف مقابلها كل الحاجات دي بتساعد الشباب ان هم ينجحوا في مشروعهم وبتدوهم يعني ممكن كمان الافكار الخاصة بالتعامل مع مشروعهم علشان يحققوا النجاح التدريب التدريب ده واذا يتعامل مع المشروع ده بياخده من المانح العلاقة المميزة ما بين المانح الفرانشايز والمتلقي ان هي علاقة مستمرة اي مع المصلحة لانه هو المانح بياخد نسبة مئوية من المبيعات من ارباح المبيعات لا من المبيعات من المبيعات الخاصة بالمتلقي فاذا هو عنده حرص شديد ان المتلقي ده ينجح يعني كل لما يكسب اكتر المانح يكسب اكتر الجمعية المصرية للفرانشايز ليها دور في عملية التدريب؟ اه طبعا احنا عندنا فيه تدريب مبدئي اللي عايزين ياخدوا فرانشايز بنقولهم يبصوا على ايه ازاي ينقوا الفرانشايز وبندرب المانحين نفسهم ازاي يحولوا في الاول البزنس الناجح بداعهم لنظام فرانشايز وازاي يتوسعوا بنظام الفرانشايز في الحقيقة واحدة من المميزات الكبيرة اللي احنا استفدنا منها من وجودنا في المجلس العالمي الفرانشايز احنا بنتعلم نتعلم منهم نتعلم من برا واخر حاجة احنا عملنا اتفاقية مع الاتحاد الامريكي للفرانشايز ان احنا بنعمل شهادة مدير فرانشايز معتمد دي الاول مرة موجودة في الشرق الاوسط دي هتطلع لي كوادر كتيرة جدا تساعدنا على عملية الانتشار بالاضافة الى العديد من التعاون التعاون اللي عملنا قبل كده مع فرنسا وعندهم برامج مهمة جدا للجامعات كمان اخد رأيك مدام شانتال عن الاجواء الاقتصادية في مصر اجراءات اقتصادية اتخذتها مصر في الفترة الاخيرة لتحسين المناخ الاستثماري في مصر وفتح الباب امام الاستثمارات المحلية والاجنبية ممكن اخذ انطباعات حضرتك عن هذا المحيط الاستثماري الموجود حاليا في مصر اعتقد علينا ان نتحلى بالتفاؤل لاننا بصدد موقف جديد بمجابه ترحب مصر بالاستثمارات اعتقد ان هذا يطرح الثقة في انشطة الفرانشايز حول العالم للبدء والبحث في تطوير نشاط الفرانشايز وبالتأكيد في مصر هناك سوق كبيرة جميع اصحاب الفرانشايز ينظرون الى مصر باعتبارها سوق كبيرة واعدة وتمثل فرص نجاح كبيرة لاصحاب الفرانشايز داخل البلد وخارج البلد وكذلك لاصحاب الفرانشايز التعهيدي كل من هذه الاطراب سيكون ناجحا مصر جوش الاجواء الاقتصادية اللي نتحدث عنها اخذ رأيك الاول فيها والمناخ الجديد اللي بتسعى في مصر لجذب الاستثمارات من الخير بصفة عامة المستثمرون يفضلون البيئة المفتوحة وبالتالي هذه نقطة ايجابية التحدث مع الكثيرين الذين يزورون مصر من خارج مصر وكثيرون منهم اخبروني ان البيئة في مصر الان اكثر جذبا عما كانت من 15 عاما هل ممكن ان حضرتك تشجع الشركات الامريكية للقدوم الى مصر في الفترة الحالية نعم بالتأكيد احد فمرات هذه القهود هو التقابل مع اعضاء المجتمع العالمي للفرانشايز ونحن نتحدث معهم بشأن مصر الكثير من هذه الاجتماعات في الماضي ادت الى بعثات تجارية امريكية خططت لمصر بحيث يستطيعون اكتشاف فرص النمو في السوق المصري وهذا امر بلا شك سنناقشه اخيرا دكتور حيتم انطبعات حضرتك على فعليات المعرض المجلس العالمي للفرانشايز اللي بيقام في القاهرة نظرتك لمشهد الكامل في الحقيقة نظرة متفقلة جدا لما يجي 32 دولة وفي نفس الوقت بقية الدول ال 46 يوصلها التقارير بتاعتنا والفعاليات بتاعت الاجتماع ويبتدوا يوزعوها على اعضاءهم احنا عندنا 45 ألف علامة تجارية اعضاء في التجمع بتاعنا 2.6 مليون بيزنس شغالين اعضاء عندنا في التجمع ده دي عملية اعلان كبيرة جدا بنعملها على مستوى العالمي علشان السوق المصري ويمكن ده اهم هدف بنحققه من استضافة المجلس العالمي للفرانشايز في مصر بالاضافة الى عملية التعلم احنا مش بس بنتعلم كجامعية او اتحاد احنا كمان الناس بتوعنا بيلتقوا بالاجانب في نفس المعرض بيتعلموا منهم فنقدر ان احنا نتوسع خلال الفترة اللي جاية بالاضافة للعلاقات اللي موجودة دلوقتي ما بين مصر والدول زي الامارات اللي هيستضيفه بعد كده المجلس العالمي للفرانشايز نتيجة جهدنا معاهم احنا بنوسع السوق كمان الاقليمي مش بس السوق المحلي كل التوفيق ويعني ان شاء الله يكون فيه سوق اوسع للفرانشايز في مصر في اطار خطوات اقتصادية مصر تقوم بها لجذب استثمارات على المستوى المحلي والاجنبي ايضا ومواكبة الاسواق العالمية اقتصاديا شكرا لحضرتك شندل دكتور حيتم ذكي الامين العام للمجلس العالمي للفرانشايز شكرا لك شكرا وبشكرك مدام شانتال زيمر رئيس اتحاد الفرانشايز الفرنسي شكرا على وجودك معنا وعلى تلبية الدعوة مستر جوش ميريون نائب رئيس اتحاد الفرانشايز الامريكي شكرا لوجود حضرتك معنا وعلى تلبية الدعوة شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا بعد فاصل قصير تحذيرات نقابة الصيادلة من التعامل مع السوشيال ميديا في شراء الأدوية وأنها في منتهى الخطورة على الحياة خليكم معنا